لو سألتك مجموعة اللاعبين في العالم حاليا في الوقت الحالي لو اخترت منهم عشر لعبين يلعبوا بجوارك لو اعتبرنا ان السؤال خيالي يعني افضل عشر لعبين تحب تلعب معاهم دلوقتي سألعب مع امبابي سألعب مع هالند إذا نظرت إلى طريقة الهجوم الخاصة بهم وأيضا بالنسبة لي ولكن لدينا الكثير من اللعبين الرائعين الآن الأمر مختلف الأمر يختلف عن وقتي لكن هؤلاء هم أبرز اللعبين الذين تمنى ألعب معهم بيقولوا دايما أن الجيل اللي أنت كنت فيه هو أفضل للأجيال أو كايد كرة القدم وقتها كرة قدم ممتعة والكرة القدم أصبحت أقل إمتاعا في الوقت الحالي أنت تطفق مع هذا الرأي أم تختلف نعم الأمر يختلف الآن نعتقد أن كرة القدم الآن هي في أعلى مستوى على مصالف رياضيين ولكن في وقتي كان الأمر يختلف على الشكل الجماعي أساسيات اللعبة تغيرت الآن لا أعتقد أنها أصبحت أفضل منذ قبل ولكن لنقول أنها أصبحت متوقعة أكثر عما كانت من قبل الآن قبل أن يبدأ دور الأبطال تعرف أن هناك ثلاث أو أربع فرق هي المؤهلة لتفوز بدور الأبطال ولكني أظل أحب كرة القدم وأظل أتابع كرة القدم حينما تأتي الفرق الصغيرة بميزانيات صغيرة لتظهر على السطح وتحق المفاجئات ترجمة نانسي قنقر